قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السلامة وحسن الجوار سيظلان أساس علاقات تركيا مع العراق وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء العراقي أن أنقرة تتطلع لفتح صفحة جديدة وعهد جديد في العلاقات مع بغداد فوحدة واحدة ونعلق قيمة قديرة على ثراء العراق الديمغرافي وإن شاء الله ونأمل أن نستمر في النظر إلى علاقاتنا مع العراق من منظور الصداقة والأخوة والجيرة وكما كان الحال في الماضي سنواصل دعم إخواننا العراقيين في السراء والضراء وأمل أن تؤدي زيارتي التي جاءت في وقت حرج بالنسبة للتطورات الإقليمية إلى بدايات جديدة قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن أمن تركيا والعراق وحدة لا تتجزأ وحذر في مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس التركي أن بغداد لن تسمح لأي قوة كانت باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار فأمن تركيا والعراق وحدة واحدة لا تتجزأ التعاون بيننا مهم للأمن في المنطقة ومعه ستكون العلاقة مثالية بين البلدين حيث أننا ننطلق من الدستور العراقي ونتمسك بعدم السماح لأي قوة أن تستخدم الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار مثل ما نقدس أرضنا ولا نسمح بأي اعتداء على السيادة العراقية من اسطنبول ينضم إلينا الكاتب الصحفي أوكتاي يلمز أهلا ومرحبا بك معنا السيد أوكتاي كيف تنظر تركيا لهذه الزيارة إلى بغداد بعد أكثر من عقد من الزمن وهل فعلا هناك تغيير حقيقي في النهج التركي من حيث التعاون الثنائي والعلاقات الثنائية مع العراق والملفات العالقة والشائكة الكثيرة تحية طيبة حقيقة هذه الزيارة مهمة للغاية وتم التحطير لها جيدا بالزيارات المتكررة من المسؤولين من الوزراء منذ شهر كان وزير الدفاع والخارجية وعدد من الوزراء الأتراك زاروا بغداد كما كذلك زار المسؤولون من العراق عنقرة وبالاختصار الشديد تم تحطير لهذه الزيارة بشكل جيد وكلا الطرفين تعطي أهمية كبيرة لهذه الزيارة لأن تكون زيارة تبحث جميع القضايا بشكل معمق جدا وأعتقد أن هناك تفاهمات سابقة تم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات تثبت على أنها زيارة ناجحة على الأقل هناك رغبة من الجانبين لأن تكون هذه الزيارة وهذه المباحثات نقطة تحول في العلاقات بين البلدين يعني العراق بالنسبة لتركيا دولة جارة مهمة سيد أكتاي ولكن هذه المعطيات كثيرة تاريخية ومصالح مشتركة هذه المصالح والتاريخ وهناك عدة مسائل قضايا طبعا نعم كل هذه المسائل على قدر أهميتها وبعض المسائل المهمة بالنسبة للعراق والملفات التي تعاني منها بغداد ربما أو العراق بشكل عام هو ملف المياه ليس بجديد وحاجرة العراق للمياه أيضا ليس بجديد هل من المتغير في النظرة من حيث السياسة مضمار السياسة واسع وقابل جدا للتغير والتحرك وفقا للمتغيرات والمعطيات والمصالح هل من جديد ربما دفعا بالقيادة التركية إلى الذهاب بهذا المسار اليوم والوعود بإيجاد حلول للقضايا العالقة وعلى رأسها موضوع المياه بالنسبة للعراق نعم بالنسبة للعراق طبعا مسألة المياه مهمة جدا وتركيا تتفاهم حاجة العراق إلى مزيد من التدافق المياه للدجلة والفراط وتركيا كذلك أبدت جهوزية للتعاون ومساعدة العراق بهذا الشأن تم الاتفاق كشيء ملموس تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دائمة للبحث في هذا الموضوع وتقديم حلول مشتركة على أساس علمي والمصالح المشتركة وتركيا تنظر إلى هذه المسألة قبل كل شيء على أنها مسألة إنسانية وهناك دولة جارة تحتاج إلى مثل هذه المياه ولكن هناك عدة عوامل تؤثر على تدفق وعلى مقدار تدفق المياه إلى الجانب العراقي مثل التغيير المناخي والجفاف وما إلى ذلك وعدم استثمار الدولة العراقية للأسف بسبب الظروف في هذه المياه وعدم بناء مشاريع جديدة للاستثمار وما إلى ذلك ولكن تركيا أبدأ استعدادها للتعاون مع العراق بهذا الشأن لأن هناك حاجة عراقية لكن العلاقات لا تختصر على هذه المسألة نعم ملفات عدة نعم ملف الأمني وملفات تجارة مهمة جدا مثل الأمن ومكافأة الإرهاب مثل مشروع طريق البناء وما إلى ذلك ولذلك نقول أنها زيارة شاملة يعني مباحثات كانت شاملة نعم هذا واضح سيد أكتاي هل من المتوقع أن يكون هناك تعثرات للوصول ربما ولتحقيق الغايات المطلوبة من هذه الزيارة والاتفاقات التي تم التوقيع عليها أو مذكرات التفاهم في ظل وجود أطراف ربما لا تريد عودة العلاقات الثنائية ما بين البلدين صحيح صحيح يعني هناك عوامل دائما تؤثر على حسن الجوار أو على العلاقات بين الجانبين أو على تنفيذ هذه الاتفاقيات المهم تم تشكيل وخلق الأرضية القانونية اللازمة لرفع مستوى العلاقات وهذا تطور جيد ومستوى جيد ولكن بكل تأكيد نعلم أن هناك عدم أي عدم الاستقرار السياسي أو نفوذ الأطراف الخارجية في الدولة الجارة تؤثر على السير وتنفيذ هذه الاتفاقيات يعني هناك ليس من الصر أن هناك نفوذ كبير لطهران لدى بغداد أو على العراق تؤثر على طبيعة العلاقات على علاقات العراق مع الأطراف الأخرى بما فيها تركيا رغم كل هذه الصعوبات يعني كذلك هناك في العراق الآن رغبة للتحرر من هذا النفوذ هناك رغبة حقيقية في الاستقرالية في القرار السيادي وإبراز المصالح العراقية على الاعتبارات الأخرى إذا تم إبراز المصالح المشتركة على الاعتبارات الأخرى أعتقد ستنجح هذه الجهود إلى حد كبير من إسطنبول كنت معنا الكاتب الصحفي أوكتاي يلمس شكرا جزيلا